لكن في نفس الوقت الجهاز الفني بيشتغل ازاي على مباراة حرس الحدود نروح بسرعة لازمنا محمد توفيق مفدى قناة الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة عشان نعرف منه اخر ترتيبات الاهلي لمباراة الحرس وطبعا التمرين النهاردة ممكن يتأخر شوية درجة الحرارة عالية جدا توفيق بقى بيدور على ضلة جوه النادي وفي البداية برحب بك توفيق وعايز اتطمم منك على الاستعدادات والاجواء وكان الله فعونك اكيد الجو حر جدا لكن اكيد الجهاز الفني هياخر معنا التمرين عشان الحرارة العالية بسرعة الخير محمد تحياتي ديك ولكل مشاهدة قناة النادي الاهلي في كل مكان بالطبع زي ما انت قلت غدا بإذن الله مباراة التتويج خاصة زي ما شفنا الايجابيات اللي كنت تتكلم عنها المباراة اللي فادت والله اعتقد اهمها محمد ان خلاص اي 11 لعب داخل الملعب انت متأكد ان هما هيقدوا باداء اكثر من رائع وهيحاول نتجة كبيرة وزي ما انت شفت انت اخر مباراتين سواء بالتشكيل الاساسي او كمان ببعض البودلاء او ما خلاص ما عادش فيه يعني اساسي وبديل زي ما قال مستر كولران برح في المؤتمر الصحفي انت بتكسب اربعة واحد لمباراتين موت التلائتين ما بقاش بيفرق معك الخصم قد ما بيفرق معك تحضيرك الجهاز الفني شغال ايه بيحفظ ايه اللعبين واعتقد دي اهم المميزات للمباراة او ممكن زي ما انت تتكلم بقى تجهزات الادارية كمان فيه تجهزات فنية عطول بدور راحة ما فيش وقت تلعب حد واربع لمدة اربعة سيانين لمدة اسبوعين اربعة سبعة في الدوري سواء مباراة المعاولين الختمية في الدوري الماتش اللي فات او كمان عندك سلاس مباراة مؤجلة الحارس من بعدها بيرامد وكمان المصري حد واربع عطول ففيش وقت راحة محمد الجهاز الفني عطول مستمر فيه تدريباته اليوم التدريب ممكن هينطلق فيه تمام السادسة مش هتأخر ولا حاجة لان طبعا زي ما انت عارف اللعبة اللعبة المباراة مبرح بشكل اساسي هتأدي تمرين استشفائي في الجيم وبيت اللعبين هم بس هقدوا تمرينهم على ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة ومن بكرة ان شاء الله يكون التدريب الاساسي اللي هشارك فيه جميع اللعبين استعدادا طبعا زي ما قلت لمباراة التتويج امام حرس الحدود مباراة تحصل حصل زي ما انت قلت محمد يمكن فريق حرس الحدود كمان يعني للأسف غادر بطولة الدور العام وهيلعب فيه سواء بقى الممتاز به او دور المحترفين الموسم القادم ايان كان اتحاد القرى يستقر عليه ولكن طبعا يبقى فريق النادي الاهلي بياخد كل مطشب جدية جاز الفن اكيد لقى اهدف كتيرة جدا اهمهم طبعا دي بكرة مباراة التتويج وان شاء الله يعود بعد بكرة مباراة التتويج وبإذن الله تكون بحضور جماهيري كامل زي ما طالب النادي الاهلي بحس ان كل جماهير النادي الاهلي تحتفل بالدلع الدورة للمصري الممتاز مع اللاعبين وبإذن الله كمان يمكن نشوف بعض اللاعبين يعني يخشوا فيه التشكيلة الاساسية ونشوف اكثر من العنصر يعتمد على الجهاز الفني فيه هذه الفترة طبعا الجهاز الفني بيحاول على قد ميادر محمد يشوف اكبر عدد من اللاعبين يتم تحت الفرصة امامهم وبطبعا زي ما اتكلم مباراة مستر مارسل كولر فيه المؤتمر الصحفي سياسة التدوير لتحقيق اهدف الفريق والحفاظ كمان على اللاعبين خاصة انت عارف موسم طويل وشاق جدا محمد في اكثر من بطولة الحمد لله كتب لنا فيهم جميع عن النجاح وان شاء الله كمان نكمل على هذا المنوال خاصة زي ما انت عارف الجهاز الفني ممكن بس مستنى زي ما قال في المؤتمر الصحفي مستنى قرار معين واعتقل هو قرار مباراة السوبر الافريقي اللي منتظر معاد لعبها وبالطبع طبعا يمكن اللي مؤخر شوية قرار الاجازة هو كمان المشاركة فيه بطولة كأس مصر عندك مباراة دور 16 امام الدخلية اخر الشهر الجاري ومن بعدها كمان مباراة المصر البورسعيلي باذن الله باذن الله نتأهل امام الدخلية ونلعبها كمان هتبقى فيه بداية شهر 8 اعتقل بعدها هيبقى قرار الجهاز الفني بقراحة اللعبين على حسب الاجندة فيما هو قادم باذن الله من الموعيد زي ما قلتلك النهاردة التدريب الاول جزء استشفائي وجزء في الملعب وباذن لبكرة يكون التدريب الاساسي محمد لجميع اللعبين باذن الله ومن بعدها ان شاء الله المعسكر المغلق استعدادنا مورد حاس الحدود طيب طبيعة اصابة محمد الشناوي وهل الاصابة نقدر نقول خلاص هيبقى الشناوي كده خد الاجازة والراحة السلبية لان الاقصابة فيها لقدر الله شد او مزء لقدر الله انت تتكلم في غياب مش اقل من شهر فكده اعتقد ممكن الموسم انتهى لمحمد الشناوي فاخر الاخبار عندك اتوفيق لو في مستجداد او في تفاصيل جديدة هو الاصابة كانت شد خفيفة محمد مدة الغياب طبعا ده هنعرفها من دكتور رحمة ابو عبلا قبل بدء المرم باذن الله يعني بحيس يحدد معاد الغياب بالضبط او مدة الغياب ولكن اعتقد ان شاء الله محمد الشناوي موجود مع زملائه حتى لو مش هيكون موجود في الملعب لكن اعتقد ان هو طبعا كابتن فريق النادي الاهلي هكون حريص موجود مع زملائه وخاصة في مباراة بعد غادر امام الحرس الحدود والتتويق بدرع الدوري العام واعتقد انه كمان ممكن يكون موجود في ما هو قادم من مباريات الكاس اعتقد طبعا لغاية لما يشوف الجهاز الفني زي ما قلتلك قرار الاجازة من عدمها لكل اللاعبين مش بس محمد الشناوي هيكون متوقف على زي ما ولكن اعتقد ان محمد الشناوي يعني غيابه مش هيطول اول الدرجات يا محمد اعتقد المدة تبقال من كده ولكن الموعد بالتحديد هنعرفه طبعا من دكتور رحمل ابو عبدال رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي زي ما انت ذكرت النادي الاهلي قواعد وليه قصص بنمشي عليها كلنا فمنفعش تاخد معلومة غير من المكانها الصحيح وهو اجراء الجهاز الطبي هو فقط المنوط به تحديد مدة غياب اي لعب بالتنصيب والتالي طبعا مع الجهاز الفني هل النهاردة في مجموعة من اللاعبين الصعادين والناشئين ممكن يكونوا موجودين في التدريبات في ظل احنا شفنا كاريم الدبيس شفنا محمد فخري في المرشاط الاخيرة شفنا كريستو لعب امبارع بشكل اساسي احمد نبيل كوكا زعلوك امبارع كان موجود على الدكة هل ممكن نشوف تصعيد لعدد اخر من اللاعبين ولا الجهاز الفني هيكتفي بالمجموعة اللي معاه نا في هذه المرحلة محمد اممكن في مجموعة كمان اكتر من اللاعب ان انت قلتها يعني في مجموعة تاني من فريق سواء الفين وخمسة الفين وستة و الفين وثلاثة كمان موجودين مع الجهاز الفني فهو اعتقد ده مجموعة كافية جدا خلال ما انت عارف انت في فترة ضغط ورياط على طول يعني الحمل التدريبه بقى قوي جدا مكسف ما فيش وقت فاعتقد ان مش هينفع او الوقت مش يعني مش متاح امام الجهاز الفني عشان يبقى على دي لعبين كبير جدا فيه التمرين فهو مكتفي بالمجموعة اللي هو قريدي شافها قبل كده محمد وتمرنت معها على مدار الموسم فيه موقع يعني فيه موقعات مختلفة فهو فيه مجموعة بثبتها شايفها بشكل كويس جدا طبعا بناء على ترشحات الجهاز الجهاز الفني ليه قطاع الناشئين وطبعا زي ما انت شفت احمد على مدار الموسم مستر مارسل كولر كان حريص جدا ان هو يتفرج على عد كبير جدا من مباراة الناشئين كمان زي ما انت شفت عدد كبير شارك سواء في الولمبيات او كمان في تصفيات المؤهلة للولمبيات بريس وكمان كان فيه عدد بنشوفه طبعا قناة النادي الاهلي وازعاتها المباراة فده كان بيتحلق جهاز الفني مشاهدة اكبر عدد من اللاعبين الناشئين وطبعا معظم لعبين الحمد الله في المنتخبات الوط فبقى متاح امام الاجهزة الفنية للنادي الاهلي المختلفة انها تشاهده محمد فاعتقد يعني العالد دوت هيكتفي به في هذه الفترة خاصة انزل لده قط وفيما هو قدم بإذن الله هيكون في عرض اكبر واجبر بإذن الله زي مننا محمد توفي مفد قناة الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاضحات قبل ابداة التدريب الرئيسي للفريق بعد مباراة الامس امام المولين العرب والاستعداد لمواجهة حرس الحدود طيب كلنا شفنا يمكن انا كنت معاكم يوم السبت واتكلمنا في احداث مباراة القمة على المستوى التحقيق